بجدول أعمال يضم ستة فقرات عقد مجلس النواب جلسته التي شهدت التصويت على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العطلات الرسمية الذي يمثل أحد القوانين المؤجلة منذ سنوات عديدة التعديل قانون المفوضية التي تم التصويت عليه وأيضا كان هناك قانون تم الاعتراض عليه بعض الفقرات أيضا تصويت على القانون المهم اللي هو قانون العطل الرسمية والمتضمن عطلة عيد يوم الغدير الأغر صراح هذا القانون من القوانين المهمة اللي كان على مدى تقريبا أكثر من عشرة عوام وكان هناك الكثير من الخلافات عليه مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم يحظى بتوافق الكتل السياسية ما دعا إلى تأجيل التصويت عليه لإنضاجه فيما أرجعت مناقشة قوانين هيئة الحجد الشعبي ومؤسسة الشهداء وجهاز المخابرات إلى جلسة مقبلة تأجيل موضوع عادة العقارات إلى جلسة لرؤساء الكتل السياسية للاتفاق على مضامين هذا القانون ويكون يمكن تمريره قبل العطلة التشريعية إضافة إلى قانون جهاز المخابرات قانون الحجد الشعبي وغيرها قوانين مهمة وأساسية يستعد مجلس النواب لإقرارها إلى جانب قانون الموازن أكثر من ستة عشر يوما تفصل مجلس النواب عن عطلته التشريعية مدة يعمل خلالها على مناقشة جداول الموازنة بهدف تمريرها إلى جانب استمرار جهود إيجاد حل لمشكلة مرشح منصب رئيس البرلمان ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر